أمام المأزق نفسه تقف عجيزة وللمرة التاسعة لجنة صياغة مسودة البيان الوزاري ولأن المواقف من الطرفين على حالها من بند المقاومة تحول النقاش إلى ضيق المهل والرئيس تمام سلام اقترح أن تكون جلسة الثلاثاء المقبل حاسمة وإلا فيجب العودة إلى مجلس الوزراء وعلم أن وزير الخارجية جبران باسيل قال خلال الجلسة ليكن الأمر واضحا إذا لم يكن هناك بيان وزاري فلن تكون هناك حكومة مما يعني التزام التيار الوطني الحر برأي حلفائه بأن مهلة الثلاثين يوما هي مهلة إسقاط الوزير وائل أبو فعور تجنب تكرار الموقف نفسه أمام الأعلام بعد كل اجتماع واكتفى بالقول بأن لا تقدم ولا مبادرات حتى الآن أما الوزير سجعان أزي فأكد وجود مأزق حقيقي يحتاج إلى قرار سياسي لا أقول أننا تقدمنا لإنهائه نظرا إلى النقاش حول عدد من النقاط ولكن حصلنا ما توصلنا إليه حتى الآن وفي مقابل هذا المأزق علمت الـ LBCI من مصادر مواكبة للاتصالات بأن رسالة وصلت إلى رئيس نبيه بري وحز بالله بأن الرئيس سعد الحريري بصدد تقديم صيغة تسوية الأسبوع المقبل تفضي الأنجاز البيان الوزاري على أساس ذكر المقاومة بالعبارة مع أعلان بعبده والنائب النفس من ضمن مقرارات طاولة الحوار وأن الأسبوع المقبل لناظره قريب